احنا النهاردة معينا جنة وجه جديد في مسلسل فراولة ازايك جنة؟ ازايك حاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كوي فرصة حلوة ومهمة انه في موسم دراما رمضان طبعا موسم رمضان يعني الدراما وفي مسلسل لنجمة كبيرة بحجم نيلي كريم نشوف وجوه جديدة فرصة من الشركة المتحدة لإظهار مواهب للنور كعادتها بوسائل مختلفة لكن كمان من خلال الدراما اكيد شعورك مختلف جداً مبسوطة اوي بصراحة ان انا بشتغل كمان اول عمل اللي هي يكون معنالي كريم يعني انا بحبها اوي واستاذ محمد علي مخرج هادي اوي وجميل جداً فانا مبسوطة اوي ان اول عمل اللي هي يكون مع آآ صحيح وساة محمد هاتي جداً وليه طابعة خاص في الاخراج يحكي لي دورج إزاي شغالتي معاي إزاي على الدور أول ظهور بيكون اكيد مختلف انا أنا أول مجالي الدور أحمد تمام الكاستنج ديركتور هو اللي كلمني وقالي على الدور هو شخص محترم قوي أنا بحبه جدا أول ما قال لي أن كنت أصدق نفسي يعني ما سمعتش أي حاجة تانية هو اللي هالي هو أول ما قال لي أنه أنا أعملت الأودشن وأستاذ محمد علي شايفه هو يعني عجب الدور وكده كنت مبسوطة جدا بعدين أستاذ محمد علي قعد معي هو شخص بجد هادئ قوي واللي هو بيعلم جدا لو أنت تلغبطي عملتي اللوكيشن مش مكهرب خالص هو شخص اللوكيشن أجوائه جميلة جدا كواليس حلوة مبهجة ونيلي كريم كمان دائما داعمة لكل النجوم اللي حواليها وللفنانين كمان الصعيدين جدا بجد هي شخصية جميلة قوي وبتيجي تتكلم معي في كل حاجة من أول إلي أنت لاب سيدة لأ غيري اللون مش عارف إيه لأ أعملي كذا شكلك هيبقى أحلى لو عملت كذا فهي يعني هي جميلة قوي في الحتة أن هي بتساعد كل الناس من غير محدة كمان يطلب يعني وبجد ملتزمة قوي 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 في مواعدها وفي كل حاجة يعني إحنا بنروح ندقيها قعدة طيب حكي لي عن الدور ميرال شخصية هي كت شخصية مرفهة جدا وبعدين دخلت العالم بقى بتاع الشغل والحياة بقى الصعبة اللي هي بتاعت الشغل وكده بقى حياة الشغل صعبة جدا فأتعارضت لناس في الرحلة دي بقى ناس ولا هي شبهها؟ منعلى من الجامعة للشغل آه يعني بيكون فيها صعوبات يعني رجعتيني كم سنة صغارين آه من الخروج من الجامعة والتعليم برغم مشاكل الجامعة لعالم الشغل حاجة مختلفة وأنا كمان سمعا في المسلسل مديرتك شايماء سيف آه يعني شايماء سيف شغل مختلف جدا 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 إحنا هو في المسلسل مديرتي شايماء سيف فهم اللي اتنين عكس بعض تمام في كل حاجة وبعدين هم مضطرين هم يتعاملوا مع بعض في كل حاجة فهي هم على طول مع بعض يعني شايماء جميلة قوي جميلة قوي لذيذة جدا عايزة أقول لك إن هي بتضحك يعني وراك كواليس أكتر من من جوة هي لذيذة قوي 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 يعني المشاهد ساعات بتبوز بسيطان هي بكدة بتضحكنا كلنا ده الحاجة كلنا بنموت على نفسنا ما تضحك وشخصية بتساعد برضو قوي 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 يعني شايماء في حاجات كثير برضو أنا بتتعلمتها منها كثير قوي إن هي شخصية شطرة جدا بتحفظ قوي وتقول وترتجل وتعمل حاجات فيعني بصراحة أنا بحبها قوي قوي ومبسوطة قوي إن أنا اشتغلت معيها جدا يعني مع وجود السوشيال ميديا المسلسل كمان بيتكلم عن السوشيال ميديا وعن الجانب النفسي وعن الطاقة وعن الترند في ناس كتير ممكن تكون بمتاح الصراحة ولمانة واخدأ التمثيل شهرة أو ترند أو محاولة للظهور إن صح التعبير إنت اختارتي التمثيل ليه؟ بسي أنا بحب التمثيل قوي بجد من وانا صغيرة قوي وعارف اللي هو أنا عارفة إن أنا في يوم من الأيام همثل لإن أنا بحب ده قوي بس أنا بعد ما تخرجت ما كنتش عايزة بقى من الناس اللي هي عايزة تطلع بس وكده فده اللي خلاني أخد أنا خريجة إعلام يا جنة صحيح؟ أنا خريجة إعلام أيوة فده اللي خلاني أخد ورش بعد ما تخرجت علشان أتأكد إنه لا أنا تمام أنا عايزة أتعلم عايزة أخد الموضوع بطريقة مش إن أنا بس داخلة أعمل وخلاص لإنه لو حد داخل بالمنطج ده حتى لو في الأول بدأ ما هو مع الوقت خلاص فعما قصدي فده اللي خلاني يعني حسى إنه الدنيا ماشية أحسن وبرده لسه بتعلم يعني السينما ودراما المصرية هي صاحبة البصمة الأقوى والأهم في الوطن العربي كل طبعا أكيد وأكيد كفنانة شابة مصرية بتبتدي مشوارك في التمثيل أكيد فيه فنانات وفيه أعمال حبيباتك أكتر في الفن في السينما وأثرت فيك وسبب بصمة زي إيه؟ أفلام ولا مسلسلات ولا إيه؟ بصي أنا ممكن أقولك حاجة لنلي كريم أنا بحبها قوي قوي زات زات حاجة بحس كل ست مصرية تقدر إن هي تريليت للزات أو تقول آه فعلا حاجة فيه جزء من من أحداث المسلسل تخصها آه بالضبط ففيه حاجات كثيرة قوي أنا بس ممكن أكون مش فاكرة دلوقتي بس أنا زات من الحاجات اللي بجد أنا بحبها قوي قوي أنا بحب الحاجات اللي بتكلم عن حاجات الستات المصرية قوي أنا بحب قوي الحاجات زي بتشديني وإحنا في شهر المرأة كمان كشابة مصرية في العشرينات من عمرك وفي بداية مشوارك في مجال فني وثقيل في مواهب وفي موضوعات ورسالة مهمة إيه أكتر المواضيع اللي بتشغلك كشابة مصرية نفسك من خلال فنك ومن خلال بشكل عام حياتك توصلي لهدف ما أو رسالة ما وأنا بقولك الستات إنه أنا بحس إنه الستات المصرية أكتر حاجة يعني أكتر رسالة أو أكتر حاجة نفسي إن هي تتغير شوية وإلى حد ما بصراحة كل شوية الموضوع عمال يتطور بصراحة فأنا أي حاجة بتخص لأن أنا كمان طلع من بيت كله الستات فأنا عنزي الحتة دي قوي إنه هم بجد بيتعبوا في حاجات كثير قوي وفي بيبقى في قضايا وحاجات كده هم من وجهة نظري يعني مظلومين فيها فبس يعني الستات أكتر حاجة في مصر بحس إنه هم مهمين أكيد والفترة الأخيرة في تطور كبير وبصمة كبيرة في كافة المجالات سايبة الستات المصرية علامة فيها وكمان الدولة اتخذت خطوات كبيرة جدا دعيمة للشباب السن الصغير كمان الفتيات السن الصغير في العشنات أيوة أنا بجد بحس إنه مع الوقت كل شوية الموضوع عمال يتطور بطريقة إيجابية جدا 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 وده بسبب إنه في حاجات كثير قوي في الدراما المصرية وفي السينما عال جدا ونقشة قضايا مهمة قوي فرقت جدا يعني أنا بحس إن الحاجات دي بجد بتفرق قوي يعني جنة طبعا في جيل بقى مدمن سوشيل ميديا مدمينة نقدر نقول مدمينة سوشيل ميديا ولا في الطبيعي؟ لا في الطبيعي مع إن السوشيل ميديا دلوقتي حاجة مهمة جدا مش هنقدر يعني ما قلت إيه هي من أهم الحاجات دلوقتي بس أنا بحاول كمين على قدم مقدر إن أنا مبقاش مدمنة لأنه للأسف كل حاجة بقولك كل الشغل اللي في العالم بيرليت بالسوشيل ميديا بس لأ يعني أنا بحاول إن أنا بقى لما بلاي نفسي كده بحاول أرجع تاني في الطبيعي نفسك تعمل إيه الفترة اللي جاية؟ نفسي عمل قوي حاجة دراما نفسي أعمل حاجات مختلفة عايزة برضو أشتغل على نفسي أكتر في الحتة بتاعت الدراما دي لأنه أنا بحبها قوي قوي أنا بالنسبالي الكوميدي حاجة جميلة قوي بس هي صعبة جدا جدا طبعا إنك تدحكي حد دي بالنسبالي أصعب حاجة في الحياة أيوة طبعا والشاب المصري كمان دمه خفيف دمه خفيف قوي دمه خفيف جدا دمه خفيف قوي دمه خفيف قوي دي حاجة صعبة يعني بس أنا بشكورت جدا يا جنة وأنا كمان أتمنى لك التوفيق وأتمنى لك النجاح مبسوطة بدعم مواهب جديدة وأشابة وطموحة في موسم درامي ثقيل من العيار الثقيل يعني فرولة شكرا مستيحة مستيحة وشكرا لكم مشاهدينا الكرام ابقوا معنا دائما على شاشة القاهرة كل الكواليس لمسلسلات المتحدة دائما معنا لقاءات حصرية ومختلفة ومميزة على شاشة القاهرة الإخبارية شكرا